إيه اللي بيسببها الشاشة؟ الأسباب بقى الافتقار أو عدم اشباع الاحتياجات الرئيسية كل إنسان فينا عنده بناء نفسي البناء النفسي ده عبارة عن أول حاجة كده بسم الله الرحمن الاحتياجات النفسية هم الحب الاحتياج للحب الاحتياج للأحساس بالأمان الاهتمام التقدير القبول دي احتياجات أساسية رئيسية إذا أنا ما أشبعتهاش عند ابني بيحصل عنده فراغ عاطفي أو فقر عاطفي فدي أول حاجة الاحتياجات العاطفية طيب تاني حاجة التربية التربية يعني أنا أختصرها في حاجتين يعني حاجتين هي إما قصوة زايدة وصرامة وحازمة في تنفيذ الأوامر أو دلع ومرونة شديدة جدا ولين ولطف شديد زائد عن الحد بس الدلع ده يخلي حد ده غلط وده غلط الدلع ممكن يخلي طفل متعلق بناس تانية غير أهله؟ لا خلينا نتفع على حاجة أن كل مظهر بيخاطب السبب يعني مثلا القصوة ممكن تخلي الطفل يتعلق بحد غير أهل الدلع يعمل شخصية اعتمادية اتكالية عدم تحمل مسئولية ما يقدرش يواجه الأمور ما هو إحنا اتفقنا أن الهشاشة النفسية وعدم القدرة على التكيف عدم القدرة على مواجهة الأمور فالتربية الضعيفة أو الدلع أو مش عايزة إبني يحس بالقلم اللي أنا حاسب به لا ده القلم هو اللي بيعمل المرونة النفسية الطلاب النفسي